الرابع من ديسمبر الذكرى الثانية لمقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح على يد ميليشيات الحوثي بعيد الانتفاضة التي أعلنها صالح في الثاني من ديسمبر على الميليشيات تلك الانتفاضة كانت تسعى إلى إسقاط سلطة الحوثيين في صنعاء لكنها وفق مراقبين عسكريين جاءت متأخرة لأن الحوثيين كانوا قد سيطروا على المعسكرات والأسلحة الثقيلة من صواريخ ومدفعية ودبابات كما سيطروا على أجهزة المخابرات اليوم الأول للانتفاضة سيطر أنصار صالح على بعض المواقع السيادية والمعسكرات وارتبك الحوثيون واختفوا من الشوارع لكن المسألة لم تطل كثيرا وفي نفس الليلة مساء انقلبت الأمور رأسا على عقل واقتحم الحوثيون مقر قناة اليمن اليوم التابعة لصالح وسيطروا عليها في اليومين الثاني والثالث تغيرت المعادلة وأحكم الحوثيون قبضتهم على أغلب المعسكرات ووصلوا في اليوم الثالث إلى منزل صالح في قلب صنعاء وحصروه وجرت مواجهات انتهت بمقتل صالح وتم إخماد الانتفاضة انفرد الحوثي بعدها بحكم صنعاء وقيادة الجيش والحرب في الجبهات كما سيطروا على قيادة المحافظات والسلطات المحلية وأزاحوا الموالين لصالح والمؤتمر الشعبي وعينوا أنصارهم وضع الحوثي قيادة المؤتمر الشعبي تحت الإقامة الجبرية وشن حملة شعواء من الاعتقالات والمطاردات ضد قيادات من المؤتمر الشعبي وضباط عسكريين من الحرس الجمهوري والحرس الخاص لصالح وشملت الاعتقالات عناصر من أسرة صالح كما جرى اقتحام منازلهم ونهبها ومصادرتها خلال الأوينة الأخيرة بدأت تتكشف خفايا ما جرى حيث قال عسكريون إن هناك خيانات تمت من الدائرة الضيقة لصالح ومن قيادات عسكرية وشيوخ قبائل ضغط الحوث عليهم ودفع لبعضهم مبالغ مالية عقب مقتل صالح تشضى حزب المؤتمر الشعبي إلى أجنحة في عدة عواصم عربية وسط جهود تبذل لإعادة توحيده ولملمة صفوفه